التلميذ علي شاوي والقاتن بولاية الجلفة على شهادة البكالوريا متغلب على إعاقته البصرية التي لم تمنعه في التمييز نتابع مع زكريا مدح التحدي يصنع المعجزات هي مقولة يجسدها علي القاطن ببلدية عنفقه بولاية الجلفة فبالعزيمة والطموح استطاع علي أن يتغلب على إعاقته البصرية وذلك بتحقيق حلمه في الحصول على شهادة البكالوريا هاو مثال ليكم وهاو قدوة ليكم للشباب اللي رحم يقولوا لبس عليهم بعينهم وكلش وما يقدرواش يديروا التحديات أنا متحصلة على شهادة البكالوريا إن شاء الله وعندي ديبلوم تاستنداريست اللي تحصلت عليها بساز نقول لهم إن شاء الله نسيب خدمة نطلب من أي المسؤولين أنهم يأخذوا الحالات وعنها بعين الاعتبار والحمد لله البكالوريا جاد بجهد ونؤمن بالتحديات وضرورة العمل من زرع حسد علي هو محبوب الجميع على مستوى بلديته وحصوله على البكالوريا هذه السنة كان بعد معاناة وجهد كبيرين رغم أن إعاقته البصرية لم تمنعه عن التميز في حياته علي النتيجة تعاليه ما كانتش مفاجأة عليها كل مرة رقم الإعاقة البصرية كان كل مرة يبين إرادتها والحمد لله رب يوفق النجاح وإن شاء الله رب يوفق الإرادة تعاليه المبتغن تعاليه إن شاء الله تخص لغة ألمانية كانت بعد جهد كبير ومعاناة وجهد طويل ما جاتش هكذا وما جاتش معناها كمن فراق كما قالوا له جبت الباك والله يلقى شريجاته هنا قم يعلم بها غرب يعني الحمد لله يا ربي الشابية تشتيها أكل ما كانش لي ما يشتيش علي مثال للتحدي وواحد من الذين قهروا الإعاقة البصرية بتفوقهم ونجاحهم في الحياة ليبقى على السلطات دعم مثل هذه الفئات